السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على كافية ضبط إعدادات الخصوصية أو البرايفاسي للاتصال مع الآخرين في فيسبوك في البداية نقوم بزيارة موقع الفيسبوك من خلال Internet Explorer ونقوم بإدخال العنوان بعد الدخول لصفحة الفيسبوك نقوم بإدخال معلومات المسجل في هذا الحساب الإيميل وكلمة سر ومن القائمة نختار Privacy Settings في هذه النافذة الخاصة بالإعدادات الخصوصية لدينا ثلاث اختيارات في داخل Control Your Default Privacy وهي الوضعية التي تكون عليها حسابك إما Public أي مرء الجميع المشاركين والمسجلين بفيسبوك أو Friends أي هم فقط الأشخاص الذين قمت بإضافتهم أو Custom حيث نقوم بالتعديل على بعض الخصاص سنقوم بالتعرف على ضبط إعدادات How You Connect أو Control How You Connect With People You Know نقوم بالضغط على Edit Settings هنا لدينا ثلاثة خيارات وهي مفتوحة للجميع بشكل تلقائي Everyone أي الجميع بإمكان الاطلاع على الحساب الخاص بهذا الشخص من ناحية أي شيء يقوم بإرساله على الصفحة الرئيسية أو بإرسال أي رسال أخرى الخيار الأول أي من هم الأشخاص الذين باستطاعتهم إيجادك من خلال الإيميل أو رقم الهاتف الذي وضعته Everyone الجميع بإمكانه الوصول إليك Friends أو Friends أي أصدقاء أصدقائك الذين ضفتهم Friends أي فقط الأصدقاء المشاركين معك الخيار الثاني وهو يتعلق بمن سيتمكن من إرسال طلب إضافة كصديق جديد لك وهي أيضا إما الجميع بإمكانه يرسل لي طلب أو أصدقاء أصدقائي الذين لديهم القدر على إرسال طلب إضافة جديدة لديهم الخيار الثالث أي من سيتمكن من إرسال رسالة من خلال الفيسبوك للصندوق البريد الخاص به ولدينا أيضا ثلاث اختيارات إما جميع الأشخاص مكان مرسال الرسائل أو أصدقاء أصدقائي أو فقط أصدقاء المسجلين لدي بعد الاختيار وتحديد ما هي الخيارات التي تناسبك تقوم بالضغط على زر Done وبهذا تكون قد ضبط إعدادات Privacy أو الخصوصية لكيفية الاتصال مع الآخرين للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع CyberC3 www.cyberc3.e شكرا